أعلم بحضراتكم مين جديد ترند ترند النهاردة هنتكلم في موضوعين ولكن الموضوع الأول وبالتأكيد للأولوية لأن جمهور النادي الأهلي بيتابع منذ نهاية الموسم من حوالي أسبوع الأخبار والمعلومات الخاصة بفريق الكورة وإيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية طيب بالنسبة لنا هنا في قناة الأهلي بالتأكيد استحالة نطلع نقول مصدر أو نقول فيه اتجاه أو بعض الاجتماعات والرؤية ناحية مدرب كذا أو لعيب كذا قناة رسمية لازم تعلن خبر رسمي وبالتالي بيكون من خلال المركز الإعلامي أو من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي ولكن الفترة الأخيرة ده كده بتكلم على الشق الرسمي لكن بقى الشق الخاص بالأخبار أو الاجتهادات احنا برنامج سوشيال ميديا فبالتالي بيشوف كل اللي بيكتب في السوشيال ميديا على مدار الأسبوع وبالتالي بيطلع ياما يأكد معلومة أو يديكوا خبر أو أي شيء متعلق بكواليس بعض الموضوعات في الفترة اللي جاية ولكن احنا تخطينا مرحلة الاجتهادات يعني في عرف الصحافة يتقلك فيه خبر فيه اجتهاد بناء على مصدر لأ احنا دلوقتي ما بقناش في عرف الصحافة ان اللي بيحصل ده بقى ليه علاقة بالصحافة اي حد بيكتب اي خبر اي بيتج بتكتب اي اسم اي حد ممكن يطلع يقولك المدرب ده المرشح على مدار حوالي منذ رحيلة ريكاردو سواريش بنتكلم في حوالي اسبوع بالزبط اترح ما يقرب من حوالي سبعين تمانين اسم من كل مدرب العالم كلها بلا استثناء انا مش عقول بقى اجتهادات لغة السوشيال ميديا هبد كله هبد كل الاسامي اللي تم اعلانها من بعض البتجات والصفحات وحتى اجتهاد بعض المواقع الرياضية كلها بعيدة تماما عن الواقع وللأسف الاجتهادات الزيادة عن اللازم بتعمل احباط لجمهور النادي الاهلي لان انا رسلت الجمهور الاهلي طالما ما فيش مسؤول رسمي من النادي الاهلي سواء مجلس الادارة او لجنة التخطيط او قطاع الكورة طلع اعلا بنفسه بعض الامور المتعلقة بالفترة اللي جاية يبقى اي حاجة بتسمعوها عارية تماما من الصحة واي حد بيتكلم على اسماء مدربين مطروحين كلها عبارة يا اما البعض بيتمنى مدربين هو بيتابعهم برا وبالتالي هو بيكتهد بشكل شخصي او البعض بيحاول ياخد اسماء من بعض الوكلاء وبالتالي كل الامور دي بتبقى بعيدة تماما عن الواقع الفترة الاخيرة حصل موقفين عشان اكد لكم ان كل اللي بيتقال ده مالوش علاقة بالحقيقة بس المشكلة ان الكلام ده بيعمل احباط وده اللي مزع عني ومزعها لبعض الاهلوية اللي هم حريصين بجد على مصلحة النادي الاهلي وقت ما الادارة تختار بشكل رسمي هتعلن وقت ما الادارة تشوف اللي فيه مصلحة النادي الاهلي هتعلن ولكن الاسبوع اللي فات حصل موقفين موقف متعلق بصفر الكابتن حسام غالي برا فضل يتقال اصلي من النمسا لترانزيد في ألمانيا ثم هولندا والختام في أسبانيا والعودة للقاهرة كل الكلام اللي تقال ده الكابتن حسام سافر 24 ساعة ورجع على طول في اليوم التالي رجع في اليوم التالي ما حصلش كل الكلام اللي تقال ده ولكن هي فكرة بقى ايه بقينا انتاجر باسم النادي الاهلي فأي واحد عايز يعمل لايقات وعايز يعمل شير وعايز يتشاف وعايز يتسمع يقول اي كلام يقول اي كلام النقطة التانية محمد مغربي اول ما تم بعض الزملاء الصحفيين تواصلوا وعرفوا معلومة ان محمد مغربي راجع النادي الاهلي انا المفاجأة بالنسبالي مش في فكرة عودة مغربي هو اصلا كده كده النادي الاهلي كان اعلن وقت ما تم اعارض عدد من لاعب اخطاء الناشئين ان في اتفاق مع الاندية خارج مصر ان اي لاعب في اي وقت النادي الاهلي عايز يرجعه خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية او الشتوية بيرجع ولكن البعض اجتهد والارقام غير صحيحة البعض اجتهد ونقل تصريحات على لسان محمد مغربي غير صحيحة انا مش بقولي الكلام ده بناء على وجهة نظر ده انا بقولك معلومة يعني في سفر الكابتن حسام غالي كل اللي اتقال غلط بنسبة 99% اللي اتقال غلط في عودة محمد مغربي بنسبة 100% اللي اتقال غلط مش على عودته لا مش بتكلم على عودته انا بتكلم على التفاصيل المتعلقة بعودته اصلي فيه شرط جازي الاهلي هيدفعه اصلي محمد مغربي اشترط على الاهلي انه عشان يرجع لازم يلعب بشكل اساسي والله العظيم كل الكلام ده غير صحيح فبالتالي انا رسلت الجمهور الاهلي ما تنسقوش وراء السوشيال ميديا السوشيال ميديا واحد مستخب وراء اكاونت انت متعرفش انتماؤه ممكن يكون زمال كاوي ممكن يكون واحد محب للشهرة والشوء الله اعلم ده واحد قاعد خلف كمبيوتر انت مش شايفه ومش عارفه هو اللي بيكتبوه ده الهدف منه ايه لكن خليك مع الخبر الرسمي اللي بيطلع من النادي الاهلي والناس هتقول لي اصلي فيه تأخير لا فيه تأخير ولا فيه بطء في اي شيء النادي الاهلي بيحضر لموسم طبقا لاحتياجاته وتبقا للرؤية الفنية اللي شايفاها الادارة في المرحلة اللي جاية انت كمتابع لكنك تقيم بعد نهاية الموسم او بعد تقييم التجربة او بعد يعني التعاقد مع المدرب وبعد فترة من التجربة لكن الناس بقيت تقيم كمان المدربين والاسماء اللي بيتم طرحها على السوشيال ميديا من قبل حتى ما يتم الاعلان هل المدرب ده صح ولا غلط يعني احنا وصلنا لمرحلة مش بنقيم في نهاية الموسم ولا بنقيم بعد مرحلة من المباريات لا ده احنا بنقيم من قبل ما يتم الاعلان الرسمي وبالتالي اصبحت السوشيال ميديا بقت خطر بشكل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي رسالة الجمهور الاهلي ارجع تاني زي زمان جمهور الاهلي اللي موجود في المدرج جمهور الاهلي اللي موجود في المدرج الا انا اول موعيت وشفت يعني ايه كرة عرفت الاهلي من المدرجات مش من السوشيال ميديا من المدرجات يعني ايه يعني اروح اشجع فرقتي اعف دهر فرقتي ما انسقش ورا اي اشاعة ما انسقش ورا اي بوست بيتكتب على السوشيال ميديا أنتظر الخبر الرسم من النادي الأهلي إيه الفكرة أن الأهلي يعني يوم واحد تسعة ولا خمسة تسعة ولا سبعة تسعة مع بداية نزول الفريل التدريبات هيكون فيه قرار أكيد من جهاز الكورة أو قطاع الكورة إلا هيبدأ في الفترة اللي جاية مين هيتولى المسئولية إزاي هيتم التحضير قبل السفر للمعسكر الخارجي في المعسكر الخارجي الأهلي يستعد إزاي وفي نفس الوقت فيه موعيد كلنا عارفينها القيمة الإفريقية 15-9 الأهلي يعني يوم 15-9 قيمة الإفريقية مين فأنت بالتالي هتعرف مين اللي قاعد ومين اللي ماشي عشان برضو الكلام اللي بيتقال على لعيبة الأهلي هيستغنى عنها وآسامي بتتقال غلط وبعض المسئولين بيستغلوا إن جمهور الأهلي خايف على الأهلي فيطلع يقول لك إيه أصل اللعيب ده الأهلي هيستغنى عنه فنادي آخر هيخده ويتعاقد معاه وانتوا عارفين إن المسئول اللي بيطلع يتكلم ده 90% أو 99% من كلامه كله غلط حتى الأندية التانية بتنفي بتصرحاته يعني تنفي كل تصرحاته لكن في النهاية هو عايز يعمل لك بلبلة رغم إنه عنده أزمة أكتر يعني عنده أزمة أكتر من اللي عندك فأنت هتستعد كويس والمرحلة دي مرت على الناس المسئولة في النادي الأهلي منذ سنوات فعارفة إزاي إن شاء الله تخرج منها خلال الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر